المشتقتان المكتوبتان هنا هما من أكثر المشتقات أهمية في الرياضيات فعندما تعلمون أن مشتقة جيب X بالنسبة إلى X يساوي جيب تمام X وأن مشتقة جيب تمام X بالنسبة إلى X يساوي سالب جيب X يصبح بإمكانكم إيجاد مشتقات أخرى أكثر تعقيداً نرمز للجيب بساين ولجيب التمام بكوساين في هذا الفيديو ستتعلمون كيفية إثبات صحة هذه المشتقة بعدها يمكنكم أن تثبتوا صحة المشتقة الأخرى بأنفسكم وذلك باستخدام المعلومات التي تحصلون عليها من مشتقة ساين X من تعريف المشتقة الأولى ساين X بالنسبة إلى X يساوي نهاية ساين X زائد دلتا X ناقص ساين X كله تقسيم دلتا X وذلك عندما تقترب دلتا X من الصفر نرمز للنهاية بكلمة limit وهذه النهاية تمثل ميل الخط الواقع بين النقطة X فاصل ساين X والنقطة X زائد دلتا X لاحظوا أن ساين X زائد دلتا X تمثل إحدى المتطابقات التي تعلمتمها سابقاً وهي متطابقة جيب مجموع زاويتين إذن هذا يساوي نهاية كوساين X ضرب ساين دلتا X زائد ساين X ضرب كوساين دلتا X ناقص ساين X كله تقسيم دلتا X وذلك عندما تقترب دلتا X من صفر ويساوي نهاية الحد الموجود في الصندوق البنفسجي وهو كوساين X ضرب ساين دلتا X على دلتا X زائد الحد الموجود في الصندوق البرتقالي زائد ساين X ضرب كوساين دلتا X ناقص ساين X على دلتا X عندما تقترب دلتا X من الصفر إحدى قواعد الاشتقاق تنص على أن مشتقة مجموع اقترانين يساوي مجموع مشتقتينهما إذن هذا يساوي نهاية الجزء البنفسجي نهاية يمكنكم أن تكتبوا هذا الحد في الصورة التالية كوساين X ضرب ساين دلتا X على دلتا X وذلك عندما تقترب دلتا X من صفر زائد نهاية خذوا ساين X عاملا مشتركاً ساين X ضرب كوساين دلتا X ناقص واحد كله على دلتا X وذلك عندما تقترب دلتا X من صفر حاولوا تبسيط المعادلة أكثر ابدأوا بالحد الأحمر لاحظوا أن كوساين X ليس لها أي علاقة بهذه النهاية عندما تقترب دلتا X من صفر لذلك يمكنكم إخراجها خارج النهاية هذا يساوي كوساين X ضرب نهاية ساين دلتا X على دلتا X قبل أن تجمعوا هذا الحد حاولوا أن تكتبوا في صورة أبسط كوساين دلتا X ناقص واحد يساوي واحد ناقص كوساين دلتا X ضرب سالب واحد يمكنكم إخراج ساين X ضرب سالب واحد خارج النهاية سالب ساين X ضرب نهاية واحد ناقص كوساين دلتا X على دلتا X في فيديو سابق أثبتنا باستخدام ما يسمى بنظرية الحصر وتعرف أيضا بنظرية الشطيرة أن نهاية ساين دلتا X على دلتا X عندما تقترب دلتا X من صفر يساوي واحد وبناء على أن هذه النهاية تساوي واحد وهذه النهاية تساوي صفر وهذا أثبتناه أيضا في فيديو سابق وانتبهوا لهاتين النهايتين جيدا لأنهما مهمتان كثيرا في التفاضل والتكامل يبقى لديكم كوساين X ضرب واحد ناقص ساين X ضرب صفر ويساوي كوساين X اشتركوا في القناة أتمنى أن تقديم بواحد